الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هذه حلقة بحول الله وقوته وتوفيقه في الرد على بعض الشبهات حول منهج أهل السنة والجماعة والمسألة اليوم الداري النقيف معاها هي مسألة أن من أصول أهل السنة والجماعة هجر أهل البدع وأن لا يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين وهذا أصل مستقر ثبت بالكتاب والسنة والإجماع كما سننقل فأول مسألة سنقف معها سنذكر كلام العلماء والسلف في ذلك ثم بعد ذلك نقف مع بعض الشبهات التي يريدها الحزبيون وهم في ذلك مخالفون لهذه الإجماعات طيب أولا نذكر كلام الإمام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة وأنا بذكر الكلام هذا للعلماء المتقدمين بعد ذلك بنذكر علمان المتأخرين وأنهم شدوا على هذا الكلام وقبلوه وأخذوا به طيب الشيخ الإمام العلام البغوي رحمه الله في المجلد الأول ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمة ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياه قال قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنه فعلى المرء المسلمي إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدة أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا وللأسف الشديد الحزبيين يقولوا يعني يمشوا لأهل البدع أحياء وأمواتا كما حصل من إسماعيل عثمان ويحصل الآن فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته لا تسلم عليه ولا ترد له السلام ويراجع الحق لبتين لغاية ما يتوب ويخلي بدعته ويراجع الحق طيب زول قد يتوهم شبه في راسه قالوا النهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا فإذا المبتدع تاب دبعدنا نحن بنسلم عليه ونديه بقية هذه الأحكام ونصوص هذه النصوص التي ذكرها العلماء تخصص ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم العام في إنه تسلم عليه وكذا وكذا فهذه النصوص تخصص لأن الشريعة ما نهت عنه إلا للضرر كما سيأتي معنا في الحكم التي ذكرها العلماء ما ذكرنا نحن في عدم هجران أهل البدع وبعد ذلك أورد حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ثم قال وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد طوال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه فأمر بهجرانه إلى أن أنزل الله توبتهم وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معادات أهل البدعة ومهاجرتهم ده إجمع تجد تقول لي هواري في غاعة مامون بحيره الهواري بيقدر يخرم إجمع ولا بيقدر يعقد إجمع رفتة فداء نقل إجماع الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وعلماء السنة رفتة طيب ثم ذكر بعض الآثار منها قال ابن عمر في أهل القدر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء وقال أبو قلابة لا تجالس أصحاب الأهواء أو قال أصحاب الخصومات فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبس عليكم بعض ما تعرفون زي ما حنعرف من الواقع ما حصل لبعض دعاة أنصار السنة وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة فولى وهو يقول بيده ولا نصف كلمة وقال سفيان الثوري من سمع بدعة فلا يحكها لجلسائه لا يلقيها في قلوبهم ده كلام البغوي وحيجيك كلام علماء اعتمدوا على كلام الإمام البغوي وأخذوا به طيب برضو عندنا الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح أيضا في قصة كعب بن مالي إن أهل البدع ديل ما تقعد معهم ولا تجالس فضلا عن إنك تتعاون معهم أو تعاونهم على شيء من أمور المسلمين قال في حديث كعب بن مالي إن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى الصحابة إنه يسلم عليه وأمرهم أن يهجروه ذهب حتى تسور حائط أبي قتادة وهو ابن عمه رضي الله عنهم أجمعين فسلم عليه فلم يرد عليه السلام قال النووي رحمه الله قال في قوله فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام لعموم النهي عن كلامهم وفيه أنه لا يسلم على المبتدعة ونحوهم ده كلام الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح الإمام مسلم في شرح هذا الحديث طيب الإمام أحمد برضو في كتابه السنة أو في كتابه أصول السنة ذكر ليك أصول أهل السنة والجماعة بعد ذاك الماء ذاير يأخذ كلام الأئمة ويقعد يجيب في الشبهات وكذا 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 بعد ذا يشوف موضع قدمينه من السنة وين ومن البدعة وين قال أصول السنة عندنا دا الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة يا حزبيين لو كنت من أهل السنة والجماعة قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء يعني من أصول السنة عند الإمام أحمد ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء دا يجي أصل عشان يجي يقعد ويطلع شيخه الرئيس المجلس العلمي أو غير من شيوخ الحزبيين يطلع منهم على حق وليس على باطل هنا برضو عندنا كلام الإمام الصابوني رحمه الله وهو من أئمة السلف رحمه الله المتوفى سنة 449 طيب في عقيدة السلف أصحاب الحديث عقيدة السلف وأصحاب الحديث في باب علامات أهل السنة قال وإحدى علامات أهل السنة ده والله كلام غايته إلا إنسان يبقى ماذا إلى الحق لكن كلام واضح أشد الوضوح قال وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها وبغضهم لأئمة البدع ده من علامات أهل السنة إنهم بحب أهل السنة وعلماء وأولياء السنة وأنهم يبغضون أئمة البدع مشيجي عبد الرحمن حامد يقول لو أنا كنت حاضر المجلس لقبلت راس عصام أحمد البشير طيب قال الذين يدعون إلى النار كلام الإمام الصابون ما كلامنا ويدلون أصحابهم على دار البوار وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله وقال عن صفات أهل السنة واتفقوا مع ذلك اتفقوا لاحظ في كلمة اتفق وكلام برضو ذكروا قبيل الإمام البغوي رحمه الله ونحن دائرين لو في واحد عنده كلاما اللي خرق لينا الإجماع ده هل أنت والحزبين المعاك بتخرقوا هذا الإجماع؟ قال واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدعي وإذلالهم مش تكرموا وإذلالهم زي ما حيجيك يعني كلام واحد من وليدات الحزبين قالوا اتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم مش تقوم تقربوا وتجيبوا زي ما جبت مبارك أردول في المركز العام حقا صار صنع عرفتها؟ وده زول بيدعو لمنهج الحركة الشعبية الحركة العلمانية التي تدعو إلى الضلال وترفض الحكم بالإسلام كما قالوا هم ده أهل البدع ديلك خليك من دي قال وإبعادهم يعني أهل البدع وإقصائهم والتباعد منهم مش تمشي تقرب لهم وتطلصك فوقهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم زي محمد قال لم يسمعين طالع مع عبد الحي ونازل معه وطالع معه ونازل معه وخاشي معه ومارق معه قالوا التقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم يعني لما انتهجوا أهل البدع وتبعد منهم وما تعاونهم في شيء من أمور المسلمين ولا تسلم عليهم هذا مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هذا كلام كلام الإمام الصابوني رحمه الله طيب هنا برضو عندنا في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا جمع أو جمعه جمع الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وده هنا المجلد رقم 8 وده القسم الأول من كتاب الجهاد ده في كتاب الجهاد وذكر هنا كلام الشيخ محمد بن عبد اللطيف قال الشيخ رحمه الله وهو من علماء هذه الدعوة المباركة وهو يذكر الأدلة لأنه هنا سأله أقامه الله مناضلا عن الدين الحنيف رجلان تنازعا في السلام على الرافضة والمبتدعين ومن ضاهاهم من المشركين وفي مواكلتهم ومجالستهم فقال أحدهما هو جائز لقول عالمي إن أخذت فقد أخذت الصالحون وإن رددت فقد رد الصالحون ووفد على عمر بن عبد العزيز كثير عزة وهو متهم بالتشير إلى آخر الكلام وقال الآخر لا يجوز زكر آيات طيب بعد ذلك الشيخ بدأ يذكر له في الأدلة وذي أدلة تصلح في الاستدلال في عدم موالات ومخالطة ومجالست ومعاونة أهل البدع قال ومنها قال وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاو أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الآية قال فالواجب على من أحب نجاة نفسه وسلامة دينه أن يعادي من أمره الله ورسوله بعداوته ولو كان أقرب قريب فإن الإيمان لا يستقيم إلا بذلك والقيام به لأنه من أهم المهمات وآكد الواجبات بعد ذلك تكلم عن مسائل كثيرة قال والسلام تحية أهل الإسلام بينهم فإذا سلم على الرافضة على الرافضة وأهل البدع والمجاهرين بالمعاصي وتلقاهم بالإكرام والبشاشة وألان لهم الكلام كان ذلك موالاة منه لهم فإذا وادهم وانبسط لهم مع ما تقدم جمع الشر كله بعد ذلك بدأ يذكر في كلام أهل العلم ذكر كلام الإمام البخاري رحمه الله ثم ذكر كلام النووي قال وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام كما قال جماعة من أهل العلم يعني الشيخ ينقل كلام الإمام النووي رحمه الله إنه الذي اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام كما قال جماعة من أهل العلم قال وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيم قال فانظر يا طالب الحق إلى ما قاله البخاري واستدل به وإلى قول صاحب الفتح بعد ذلك ذكر يعني كلام رحمهم الله جميعا ثم ذكر كلام الإمام البغوي قال وقال البغوي رحمه الله في كتاب السنة الكلام ذكرناه قبل شوية وأما هجر أهل المعاصي وأهل الريب والبدع في الدين فيشرعوا إلى أن تزول الريبة عن حالهم وتظهر وتظهر علامات توبتهم وأماراتها يعني أنت بتهجر المبتدع لغاية ما تظهر التوبة حقة والعلامة حقة هذه التوبة قال ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي وذا في رد على شبها نحن جاء الله إن شاء الله لكن نذكر برضو لأنه داء أقوال أهل العلم في هذه المسألة قال وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السلام على هؤلاء الثلاثة يعني كعبا وصاحبيه من بين من تخلف عنه دليل على صدقهم وكذب المنافقين فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب إلى أن قال داء الشيخ محمد بن عبداللطيف قال وفيه دليل أيضا على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتبة ويكون هجرانه دواء له إلى أن قال وفي إشارة الناس للنبطي الذي يقول من يدل على كعب بن مالك دون نطقهم له تحقيق لمقصود الهجر وإلا لو قالوا له صريحا كعب بن مالك لم يكن ذلك سلاما ولا يكونون به مخالفين للنهي لكن لفرط تحريهم وتمسكهم بالأمر إذ لم يذكروه بصريح اسمه وقد يقال إن في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة لا سيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بالسلام وهي ذريعة قريبة فالمنع من ذلك من باب منع الحيل وسد الذرائع وهذا أحسن وأفقه انتهى كلامه رحمه الله تعالى فانظر إلى قوله دا تعليق الشيخ وقد يقال إن في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة إلى آخر فإذا كان في ذكره باسمه نوع مكالمة فكيف بمن ابتدأ المشرك والعاصي والمبتدع بالسلام وأظهر له الإكرام وأكثر عنه الجدالة والخصام والله كأن العلمة ذلك بيتكلموا في الحزبين ذلك وقال شيخ الإسلام لسه الشيخ رحمه الله بينقل فيه أقوال أهل العلم قال وقال شيخ الإسلام ابن تيميا رحمه الله وقد سئل عن الهجر المشروع ومن يجب هجره أو يجوز هجره قال في أثناء كلامه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما ويهجر آخرين وقد يكون المؤلفة قلوبهم أشر حالا من المهجورين كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من المؤلفة قلوبهم لكن أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم وكانت المصلحة الدينية في تأليفهم وهؤلاء كانوا مؤمنين وفي هجرهم عز للدين وتطهير لهم من ذنوبهم انتهى كلامه رحمه الله فانظر أيها المنصف بعين الإنصاف واحذر التعصب والاعتساف إلى ما قاله شيخ الإسلام من أن في هجرهم عزا للدين هذا إذا كانوا مسلمين لكنهم أصحاب معاص واقتراف لبعض الأوزار فيجب هجرهم واعتزالهم حتى يقلعوا وأما المشرك والمبتدع يفهموا كلام العلم ما يجيني واحد زي ما قالوا من حزبي ما تام حزبي ذات رفت يجي دائري أول كلام العلم ويفسروا علىها قال وأما المشرك والمبتدع فلا نزع في هجرهما ولا خلاف فيه إلا عند من قل حظه ونصيبه من العلم الموروث عن صفوة الرسل صلوات الله وسلامه عليه ها تمشي وين يا حزبي تمشي وين طيب وقال أيضا رحمه الله ومن كان مبتدعا ظاهر البدعة وجب الإنكار عليه ومن الإنكار المشروع أن يهجر حتى يتوب ومن الهجر امتناع أهل الدين من الصلاة عليه لينزجر من يتشبه بطريقته ويدعو إليها وقد أمر بمثل هذا مالك بن أنس أقول لك مالك بن أنس تقول لي زعيط مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة انتهى وذكرتاني كلام كثير من العلماء حتى قال فتأمر رحمك الله ما ذكره هذا الإمام من الأحاديث والآثار الدالة على وجوب هجر أهل المعاصي وأن ذلك هو هديه وسنته فمن أعرض عنهما ونبذهما وراء ظهري فقد خاب سعيه وضل عمله فلا نجاة للخلق ولا سعادة ولا كفاية ولا هداية إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به ورفض ما خالفه وهجر من نكب عن سنته وإن كان الحبيب المواتية فالحكم لله العلي الكبير وبعد ذلك ذكر كلام لشيخ الإسلام محمد عبدالوهاب رحمه الله قال فإذا كان هذا كلام السلف في أهل البدع والضلال والتحذير من مجالستهم مع كون بعضهم لم يخرج ببدعته عن الإسلام فكيف الحال بمجالسة أهل الكفر والشرك والنفاق الذين باينوا أهل الإسلام وخالفوه فهو ذكر إن الشيخ محمد عبدالوهاب يرى إنه يهجر أهل البدع وإما خرجوا من الإسلام لكن هو ذكر مسألة تانية مسألة مجالسة أهل الكفر والشرك وبرضو دي أنصار صنع عمله قعدوا مع ود الكباشي اللي بيقول شيخي بيقول أو أبو الشيخ بيقول لشيء كن فيكم